السلام عليكم ازاكو شباب اميلك حلو معاكو انا اردى اجابلكو وحش جديد وهي رينج روفر 2022 الشكل والتصميم الجديد كليا النهاردة في الفيديو ده هنترجع العربية من بره ونشوف التصميم بتاعها الخارجي الجميل ده وكمان انا اخدكو جوا ونبصوا على احدث تكنولوجيا نزلت فيها فيا رب الفيديو اعجبكو لو انت جديد في القناة متنساش تعمل اشراك للقناة وفعل الجرس عشان يصلك مني كل جديد ودلوقتي يلا نشوف الوحش ده اللي الناس كتير متعرفوش عن الرينج روفر ان هي سيارة عريقة جدا واول انتاج لها كان تقريبا من خمسين سنة وكانت سيارة معمولة خصيصة للطرق الوعرة وتبقى سيارة اوف رودر ولكن جات رينج روفر بعد كده بتاديف عليها شوية وسائل راحة وشوية كامليات خلتها لاكشري اسيو في وزي ما بيقولوا عليها النهاردة هي تعتبر سيارة لاكشري اسيو في او لاكشري اوف رودر يعني سيارة فخمة وجميلة جدا من جوا فيها كل وسائل الراحة سيارة لاكشري وفي نفس الوقت تقدر تخطى للطرق الوعرة والاماكن الصعبة وتعدي بيها بحيرات وجبال وكل الكلام ده المهم تعالوا جماعة نبص على تصميم العربية الجديد وزي ما نشايفين تصميمها الجديد ما اختلفش كتير عن الموديل القديم والتصميم القديم ده جماعة كان اول انتاج لي في 2013 ولكن حقق مبيعات وحقق النجاح كبير جدا وكانت تصميم زي ما تقول سابق عصره شكله جميل جدا لحد النهاردة شكله جميل علشان كده رينج روفر محبتش نتغير في الشكل ده جامد لانه تصميم ناجح جدا بالنسبة الرينج روفر فهي كل اللي عملته هنا ايه؟ حدست او خلت العربية شكلها مادرن وعصري اكتر شوية واكبر تغيير العربية دي يعتبر في ظهر العربية وفي الداخلية بتاعتها تعالوا جماعة بقى نبصوا على تصميم العربية دي وزي ما نشايفين تصميمها الخلف يعتبر اكتر حاجة مختلفة فيها التصميم الامامي تعتبر قريبة جدا للتصميم القديم ولكن التصميم دي يعتبر تصميم جديد خالص عندك بقى هنا الكشفات بتاعتك الخلفية نازلة بالشكل ده لما تبقى مشتغلت حيث انها دخلة في التصميم بتاع الحليات البلاستيك اللي بالاسود اللي هو دي شكلها حلو جدا وشكلها عصري عندك كمان هنا شلولك الريفيرس لايت لما تيجي راجع لورا النور بتاعك اللي هو الابيض ده بيشتغل تحت هنا مع الرفلكتر اللي في الاقصدام في شكلها برضو مختلفة شوية عندك برضو هنا المساحة محركينها من الحتة دي بنزلنا تحت السبويلر ودي حاجة رينج روفر بتنزلها في عربياتها تيديك الشكل الكلين النضيف قوي اللي ورا في التصميم بتاع الرينج روفر احسن بقى حاجة هنا في العربية دي لما تيجي تفتح الشنطة بتاعتها الاول تدوس على الزرار ده يفتحلك الجزء العلوي للشنطة وبعدين تدوس على الحتة لتحت دي ودي موجودة في رينج روفر من زمان ولكن عندك بقى حاجة حلوة كانت فيه ناس كتيرة قوي هنا في امريكا تحب تعمل تلجيت تلجيت ده تقعد ورا هنا جيب درينكات وجيب اكل وتقعد بقى ايه تتكلم انت وصحابك رينج روفر عملت لك بقى هنا حاجة حلوة عملت لك ما سنت ضهر تخيل بقى عشان تقعد هنا سيادتا كده وتسنت ضهرك وتتكلم وجامل على فكرة ما بيتحركش لان ليه زرار هنا احمر ما ينزلش او ما يرجعش مكانه غير بالريليز ده فتقعد بقى هنا كده وتريح وتتكلم انت وصحابك ده عاملين لك هنا كمان كوب هولدر حط فينا الكوباية بتاعتك او درينك بتاعك ونتعد هنا وتقعد بقى تتكلم وتريح وتعيش الكلام بعد ما تخلص تنزلها تدوس على زراري الحمر دول وتنزلها بالشكل ده تنزل لك تبقى فلاد تاني برضو من الحاجات الحلوة في الشنطة هنا اللي عجبتني عندك بقى ديفايدر الظهر ده بدل ما ترفعه من الجنب ده كده ويبقى ظهر ليك لانا ممكن ارفعه كده ويبقى يفصل المنطقة دي عن المنطقة دي جايب شنط وجايب حاجات وخاف انها تبعتر هنا في الشنطة ورا شايفين انت الاساتيج دي احط بقى هنا هنا الباج او ما تسمعك ازة مية او حاجة تحطهم في الحاجة دي وممكن تزبط مساحتها بالطريقة دي فدي عجبتني برضو فيها ولما تيجي تخلص مش محتاجة تدوس على الزرارين زرار احمر هنا وزرار احمر هنا دوس عليهم تحت تضغط عليها تتقفل لك بالمنظر ده العربية دي بينزل فيها فالي دي بتيديك بقى شوية اختيارات او شوية حلوين لانا ممكن انزل العربية دي يعني انا مسلا لو معايا حاجة وجاي حملها في ظهر العربية دي والعربية دي علي 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 ممكن اجي هنا كده ايه عندي زرار معمول بساهم الفوق وساهم اللي تحت وهدوس على الساهم اللي تحت سمعتوا الصوت ده ينزل لي عشان العربية تقطع على الارض وتبقى بالنسبة لي سهل ان انا دي بتي حمل فيها اي حاجة طيب اقعد مسلا ورا هنا ورجلية طويلة مسلا ومش عايز ابقى لامس الارض ادوس على الزرار اللي فوق ده وبتتحرك بسرعة جماعة بسرعة جدا نشوف العربية دلوقتي رافعت لحد فين مية مية او عشان تبقى قاعد هنا دلوقتي لازم تنط بقى عشان تطلع لفوق انا ساعات كده بشوف كل الحاجات الاختيارات الكهرباء والحاجات اللي في العربات دي بفكر العربات دي لما تعتل وبذلك العربات الجديدة بقى اللي انحنا شايفنا في اخر تلات اربع سنين دول فيهم كمية كمبيوترات وتكنولوجيا خطيرة يعني العربية لما تبوز عايزة مهندس كمبيوتر مش عايزة او ميكانيكي عادي يشتغل فيها تعال جماعة مبصوا على مطور الوحشي دي والعربية دي بتنزل هنا امريكا بيختارين المطور المطور الاول هو مطور ستة سلندر زي المطور اللي معايا النهاردة ده المطور ده بينزل فيه سوبر تشارج وتربو تشارج المطور ده بيولد تلتمية خمسة وتسانين حصان وبتسرع من زيرو اللي مية في خمسة ونص ثانية وعندك المطور التانية ومطور تمانية سلندر المطور التمانية سلندر ده بينزل توين تيروبو بيولد خمسمية خمسة وعشرين حصان. وبتتسرع من زيرو لمية فاربعة واربعة من عشرة ثانية. وبالنسبة للاسعار العربية دي اول فاقة بتبدأ من مية وخمسة الف دولار واعلى فاقة سعرها بيبدأ من متين خمسة وعشرين الف دولار. تعال يا جماعة نبص على التصميم الجانبي. زي ما نشايفين تصميم العربية الجانبي حلو وبسيط جدا. وده زي ما قلنا رينج روفر حول التصميم في العربية دي. انها تخلي فيها اقل الخطوط وتخلي كل الخطوط اللي فيها خطوط نظيفة من الميلاستيك زي ما قالو. يعني حتى الشريط اللي كان هنا لبين الازاز وبين جسم العربية الجريط اللي هو البلاستيك ده شلوه. شلوه كله من جنب العربية عشان يدوك الشكل النظيف قوي ده. كمان برضو الايم اللي هو الايم ببقى هنا في اخر العربية رجعوه خلوه ورا الازاز. عشان برضو يديك الشكل الكلين ده. وبعدين ضفو لك الحتة البلاستيك اللي هنا دي دي حالية فقط عشان تمشي مع الديزاين ومع شكل العربية. كمان برضو حاجة من الحاجات الحلوة اللي عملوها هنا ان عملو لك العتب السودة دي ودي نازلة في كل العربيات ودي عشان تدي العربية شكل لناها عالية عن الطريق عن الطبيعي. والحتة دي. شايفين الحتة دي لو تفتكروا كانت في الرينج روفر القديمة او في الديزاين اللي قبل ده كان بتبقى باتبرزة شوية. دلوقتي عملوها مع جسم العربية مش باينة من جسم العربية ومعلاش علامات ولا اي حاجة عشان تديك برضو الشكل اللي هم حاولين يعني ايه ما تشوف جسم العربية كله. عندك برضو العربة دي بتنزل بجنود واحد وعشرين من اول فأة وممكن تجيب بها او في الفأات العالية تنزل بجنود تلاتة وعشرين والعربية اللي مع علي النهاردة دي فيها جنود تلاتة وعشرين انش زي من ان انتم شايفين الجنود الضخمة. كمان العربية دي برضو فيها حاجة حلوة. انا طول ما انا معاي المفتاح وقرب على العربية. اللي ابوا بتفتح لي اوتوماتيك زي ما انتم شايفين كده. ولما اجي اطلع من العربية وماشي. تقفل بالشكل ده. لو جيتوا بصوتوا فوق هنا هتلاقوا فيه شايفين الانتنة الشارك دي فيه اتنين. واحدة للساتليت راديو للراديو بتاعك. والتانية فيها كاميرا. شايفين الكاميرا اللي على الحرف. دي بقى لازمتها ايه? دي بقى طبعا ما اننا العربية كبيرة ممكن يبقى فيه حد قاعد ورا هنا مش يعني مؤثر على الرؤية بتاعتك من الازاز الخلفي. دي زي ما انتم شايفين كده كاميرا خلفية. انقلها دي الكاميرا حاليا تزهر لي اللي ورا الازاز بتاعي عشان لو فيه حد قاعد هنا طويل وحاجز عني الرؤية تبقى لفيل برقية دي. لو جينا يا جماعة نبصوا على الديزاين والتصميم الانامي هتشوف الديزاين الانامي ده تحس ان هو يعتبر شبه الموديل اللي قبل دي بالزبط. يعني انا لو شفت العربي دي نقدام فقط من غير ما شوفها من الخلفية. هتوه بينها وبين الشكل الجديد ده يعني اقول دي ما عارفش زا كانت دي شكل القديم ولا الجديد شكلها مطابق جدا. يمكن الاختلاف الاجبر شبكة الامية شكلها شوية اختلف. تمام? والفوانيس الامية فيها اختلافات بسيطة جدا. ولكن لما تبص على العربية من قدام شبه الموديل اللي قبل الشكل الجديد دليل عشرين واحد وعشرين. عندك طبعا الكشافات الامية المشهورة ليه مع علامة رينج روفر هنا وكلمة رينج روفر بالشكل ده. ولكن لسه شكلها شيك وشكلها فخم جدا من قدام. تعالوا جماعة بصوا على الشكل والديزاين الداخلي جديد من جوة. زي ما انتم شايفين العربية من جوة شيك جدا وجميلة جدا. وعندك هنا بقى جلد في كل حتة بالستيتشنج والجلد هنا برضو في بقية الطابلو مع الكروم اللي موجود في كل حتة في العربية دي. حليات كروم موجودة في كل حتة في الابواب وهنا وهنا كلها شكلها جميل جدا وشيك. ولكن عندك البيانو اللي انا ما بحبوش. المهم بتاع عربية جميل جدا. وفي فئات تانية بينزل حتة تديب خشب بشكلها حلو جدا. وفي فئات تانية كمان او في اختيارات تانية العربية دي ان انت ممكن تجيب انتيرير بدل الاسود الكامل ده يبقى مثلا بوني او بيج من وجهة نظري بيبقى شكله احلى واشيك من الانتيرير الاسود. لان الاسود ما بيزهرش جمال الانتيرير بتاع العربية. المهم اللي هتاخد بالك منه هنا في العربية دي ان كل حاجة فيها بقت حوال الديجيتال. وعندك كل الزراير او الزراير بيت قليلة جدا وتحكمات العربية كلها موجودة مششة كبيرة دي. لو تاخد بالك هنا الشيدي فيها انحناء شوية كده ماشية مع الطابلو شكلها شيك قوي. والريزولوشن بتاع الشاشة جميلة وحلو. خلينا الاول نكمل في الحتة دي كده افرقكم برضو عالكلام اللي هنا ده. عندك والتكييف بتاعك ثابت هنا بزراير وموجودين طول الوقت. بتشتغل بال يعني ما تلمس الزراير بيديك كده عشان يحسك انه اشتغل. عندك كمان التحكمات الهوى ودرجة الحرارة من الزرار البقرة دي. ولكن عشان تزبط درجة الحرارة لازم تشد الزرار الاول لبرا. لا ده عشان تزبط المروحة تشد الزرار لبرا. تمام? تزبط منه المروحة. عشان ازبط درجة حرارة زق على الزرار او اضغط على الزرار. وبعدين ازبط درجة حرارتي. ودي بالنسبة لي حاجة تعتبر بتلغبة قوي الواحد سايق. لو انا سايق هاعب بقى ادور ان انا اشد الزرار ده او اضغط عليه عشان ازبط الهوى او ازبط درجة حرارة. دي بالنسبة لي كانت حاجة وحشان عارف انهما بيحاول يقللوا في الزراير ولكن دي تلغبة قوي اللي سايق. لما نيجي نكمل هنا هتلاقي الفيتز بتاعك بعصية الفيتز بالشكل ده عشان تحط العربية في بس تضغط عليه كده وتزقل تحت تحط العربية في وعشان تحطها في نفس الكلام وزرار البارك هنا عشان تحط العربية في توقفها الزرار ده. عندك برضو هنا عملوا بكرة للصوت. تمام? فدي حاجة كويسة جدا. واهم حاجتين اتنين يبقى الصوت ودرجة الحرارة بالناب دي او بالليل بكرة دي عشان تبقى سهلة قوي. وما نيجي نبص هنا هتلاقي عندك بتاعك عشان تزبط آآ انزمة القيادة بتاعتك. موجودك لما تبقى ضغط عليها لتحت كده ومعمولها دي معناها انه العربية تزبط نفسها على الطريق على حسب ما هي شايفة. يعني يا لو نزلت على طريق مسلا تشغل هي طلعت على طريق سريع تشغل بتاعها اوتوماتيك. حبيت انت تشغله بقى تضغط على الزرار وبعد كده تنقل الزرار زي ما انتم شايفين يديك هنا كل الاختيارات بتاعتك تحت درايف مود. دايناميك ايكو اللي هو الاقتصادي. عندك مسلا كومفرت المريح. الطريق فيه تالج عشان احنا هنا بينزل عندها في منطقة تالج. غيره غيره. تدي كل الاختيار. طبعا معروفة ان هي سيارة من الدرجة الاولانية تقدر تاخدها وتطلع بيها في طرق وعرة من غير اي مشكلة. خلصت مع الكلام ده عايز تشغل اوتوماتيك تضغط على الزرار تاني تحت يشتغل اوتوماتيك لوحد. برضو حاجة من الحاجات اللي موجودة هنا في العربية دي ان انت عندك بتاعك موجود هنا ولكن في حتة مزنوة قوي. يعني مش عارف هم يعني العربية فيها مساحات كبيرة. ولكن حطوه في حتة يعني مخنوة قوي. انا حطيتها. حاولت احط التليفون بتاعي هنا عشان هشحنهم ما كانش احسن مكان. ولكن ده اللي عملوه حطوا موجود في الحتة دي. عشان تحط الكاب هولدر بتوعك برضو موجودين في الحتة دي ما كان حاله قريبة الايد وجميلة. وهنا عندك مساحة تخزين جميلة جدا. وفي بعض الفئات دي بتنزل فيها تلاجة صغيرة عشان لو عايز تحط فيها مسلا مشروبات او اكل بتاع بيبي ولا حاجة تحطها في التلاجة الصغيرة بتنزل هنا دي. كمان يا جماعة زي ما قلنا ان السيارة دي سيارة اوف رود. ولكن هي سيارة اوف رود فاخرة. وانا طبعا الناس اللي تشتريها تقريبا بتطلعوش بها اوف رود خالص. ولكن منزلة هنا فيها اوبشنز وفيتشر لو انت فكرت ان انت تاخد عربية تمانها مئة وخمسة الف دولار ولا مئة وعشرين الف دولار. وتنزل بيها في الصحراء او تنزل بيها في مسلا في غابة او في منطقة جبلية ولا غيره. عندك الامكانات وعندك الامكانية ان انت تقدر تماشي في الطرق دي من غير اي مشكلة. فشوف هنا بنزلين لك اول شاشة الهوم بيج عليها كزا وكزا معلومة لنزام الخيادة ونزام بتاعها وكل الحاجات الحلوة دي. يعني مسلا عندك توريك الضغط على الفرد بتاعة عربيتك او على الكاويتش بتاعة عربيتك وانت على الطريق الوعر. كمان عندك زي العربات بالزبط عشان تشغلها دفع رباعي على الطرق اللي هي مسلا طرق الجبلية. كمان برضو حاجة من حاجات اللي عجبتني هنا اسمه ده عبارة عن حساسات في العربية بتقدر تحس العربية ماشية في كمية مياه قد ايه. فلان انت مسلا معدي في بحيرة او معدي في حتة فيها مياه كتير الحاسات دي تقدر تقرأ انت معدي في مياه ارتفاعها قد ايه بالزبط وتظهر لك هنا على الشاشة. كمان العربية دي ممكن تاخد مياه او المياه تطلع على جسم العربية لحد اتنين وتمانين سنتي يعني تقريبا قول متر تقريبا من جسم العربية ممكن يتغطى تحت المياه من غير اي مشكلة. وهنا السنسور ده والحاسات دي والشاشة الجميلة دي تظهر لك كل المعلومات اللي انت محتاجها وتظهر لك المياه اللي انت معدي فيها اتفاحها وعمقها قد ايه بالزبط. كمان شاشة العديدات اللي نزلة قدامك هنا كلها ديجيتال والحلو فيها ان انت تقدر تعمل يعني ممكن تغير فيها على حسب ما انت حابب. يعني انا دلوقتي مشغل عندي او قدامي على شاشة دي ولكن لو انا حبيت اشغل حاجة تانية ادوس على الزرار ده وبعدين اخش على واختار مسلا اللي هي العدادات العادية. تظهر لي العدادات الجميلة اللي قدامي دي وتشغل لي بتاعي في النص. عايز اشيل برضو وحط حاجة تانية الراديو او الموسيقى اللي انا بشغالها اقدر برضو اطلعها هنا على الشاشة القدامي دي فيها شاشة حلوة قوي. بتاعها عالي جدا والجرافيك بتاعها جميل. الاستخدام بتاعها او التحكم بتاعها من الشاشة الصغيرة اللي هنا دي. ودي يا جماعة على فكرة دي شاشة مش زراير كلها ديجيتال. والجميل فيها لما اجي مسلا ادوس عليها. شايفين بتختلف هنا. يعني الزراير بتاعتها بتختلف على حسب ما انت بتدوس عليها. فدي برضو حاجة جميلة. تعالوا جماعة مبصوا على الصف التاني العربية دي. زي ما انتو شايفين الصف التاني بتاع العربية دي برضو شكله حلو ومريح وعندك مساحات حلوة. عندي طبعا مساحة الهيد روم كويسة جدا والليج روم كويسة. والناس كتيرة من اللي تشتري العربية يا جماعة بيشتروها ومعاهم حد بيسوق بيهم. يعني مسلا مع الشوفير بتاعه هو بيبقى لاكب ورا هنا. فرينج روفر كانت لازم تديك وسائل راحة كتيرة وسائل تحكمات هنا عشان تقدر تبقى قاعد هنا ورا مستريح ومعندك كل الوسائل الراحة وكل التحكمات اللي انت محتاجة. كمان عندي برضو هنا تحكمات في الشيد او السطارة اللي موجودة فوق دي فبضغط الزرار هنا واحدة. اقدر افتح الشيد ده زي ما انتم شايفين بالطريقة الجميلة دي. كمان عندي برضو هنا تحكمات السطار اللي موجودة في البابين ممكن اتحكم فيها من اي باب جانبي. يعني انا الجنب بتاعي هنا ممكن ادوس على الزرار اللي هنا ده. وبعدين ادوس على الازاز بتاعي او تحكم الازاز بتاعي تنزلي الشباكين مرة واحدة تنزلي السطارتين مرة واحدة. وكمان بضغطة تانية. دلوقتي تقدر تنزلي الازاز بتاعي بالشكل ده. فعندي هنا التحكمات جميلة وسهلة جدا في الاستخدام مع برضو نفس الخامات اللي كلمنا عليها الجلد الجميل بالستيتشنج. وهنا برضو الحليات السيلفر دي اللي معمولة بالكروم او بالسيلفر دي شكلها حلوة قوي. لما تيجي نبص هنا في النص هتلاقي برضو عندك المسنى دي الجميل قوي ده. تمام? ولما تيجي تبص على شايفين الحتة الحلوة المعمولة بالآآ بيانو بلاك دي. هدوس على الزرار ده. بتفتح لي دي. عجبتني ايه انا الفكرة دي. حس ان فيش حاجة هنا موجودة دوس على الزرار. بتفتح لك المنزر الجميل ده. وبعدين هنا عندك منطقة تخزين صغيرة كده ممكن تخزن فيها. وفي بعض الفات التانية بيبقى نازل فيها هنا وصلات للشحن التليفون عشان توصل تليفونك وتشحنه هنا. برضو عندك هنا وصلات للشحن تحت هنا وعندك 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 اتنين وموجود هنا طبعا تحكمات التكييف نفس الكلام زي ما قلنا في الكراسي الامامية. آآ موجودة برضو هنا نفس الطريقة في الكرسي الخلفي ده. الكراسي الخلفية برضو فيها سخنات للكراسي الخلفية. فدي حاجة جميلة جدا في العربية. ولكن الفئة اللي احنا فيها دي على قل دي الفئة الاولى. اللي هي تقريبا العربية سعرها مية وعشرين الف دولار. ما فيهاش امكانيات كتيرة. ولكن طبعا كل ما تاخد فئة اعلى فيها رفاهية اكتر. وطبعا لما تجيب اعلى فئة اللي هي بمئتين وعشرين الف دولار وتوصل ممكن لمتين وخمسين الف دولار. موجودة هنا من وراء شكل المي باخ بالزبط الكراسي الكبير اللي بتتفرد بالرجل بال المنطقة اللي هنا بالتلاجة بكل الكلام ده موجود في الرينج روفر. ولكن طبعا الويل بيس بتبقى قاعدة العجراء بتاعتها بتبقى اطول والعربية بقى سعرها اغلى كتير عن العربية دي. بس شباب هو ده كان فيديو النهاردة يا رب بيكون الفيديو عجبكو. لو الفيديو عجبكو ما تنسوش لو سمحت اعملو لايك وشير. ولو انت جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يسالك مني كل جديد. واكتبو لي تحت في تعليقات ايروك في العربية دي. هل اشتريت رينج روفر قبل كده او ليك حد اشتري رينج روفر. رينج روفر مشهورة شوية ان فيها اعطال ومشاكل كتير. احب اسمع خبرتكم فيها وتجربكم معاها. اكتبو لي في حلقة جديدة الاسبوكة ان شاء الله. سلام عليكم.